معظم الخلايا في الجسم البشري تعمل بشكل يومي، بشكل يومي معتبر لنقول أن لدينا خلية هنا، ربما كانت خلية جلد أو أي نوع من الخلايا البشرية أو خلايا نسيج البشري، وهذا نسيج ينمو أو يقوم بإعادة بناء الخلايا الميتة وفي هذه المرحلة ستستمر هذه الخلية بالانقسام وتبدأ بتكرار نفسها وتعمل على إنتاج المزيد من الخلايا وربما تمر تلك الخلايا أيضاً بالانقسام ويمكن للخلايا أن تقول أنها بدأت تزدحم وبدأت هناك خلايا أخرى من حولها ولذلك تتوقف عن النمو وعن التكاثر وتلك العملية يطلق عليها التطبيط التلاموسي Contact Inhibition لذلك ستبدأ هذه الخلايا بتوقف عن النمو وممكن أن يكون بعض هذه الخلايا يحمل خللاً هذه الخلايا بعضها سيكون يحمل خللاً ربما أو خطأ ما بداخلها لذلك ستتوقف عن النمو وتقتل نفسها إذن ستقوم هذه الخلايا بقتل نفسها وهذا يصف كم هذه الخلايا جيدة سوف تقتل نفسها تركة المجال لخلايا أخرى معافاة بأن تنمو وهذه الخلايا ربما تقتل نفسها عندما تعلم أنها تحتوي على خطأ ما وهناك عملية خلوية لحل هذه المشاكل يطلق عليها موت الخلية المبرمج وأريد أن نواضح لك بعض الشيء هذا ليس تأثير خارجي على الخلية هذه الخلية بنفسها تستوعب أنها مريضة أو تحتوي على خلل ما وتقوم بقتل نفسها بعملية تسمى موت الخلية المبرمج وهذه العملية تحدث بشكل عام أحيانا عند وجود طفرات ولكي أعطيك فكرة حتى لو كانت طفرات للخلايا نادرة نسبيا ولا أعلى ما هي النسبة التي تحدث فيها الطفرة أعتقد أنها نسبة مختلفة لكل نسيج هناك حوالي مئة بليون مئة بليون هناك أكتبه بلون آخر هناك حوالي مئة بليون مئة بليون خلية جديدة في جسم الإنسان كل يوم كل يوم حتى لو حدثت طفرة واحدة لكل مليون مرة ربما يكون لديك مئة ألف مئة ألف وأكثر تلك الطفرات ربما بعض ربما بعض التغييرات العشوائية التي لا تؤثر على شيء لكن إذا كانت طفرة خطيرة ستتعرف الخلية على ذلك وتدمر نفسها ودعوني أوضح ذلك أنا أتكلم عن خلايا الجسم أو أغلب خلايا الجسم هذه ربما خلايا توجد في العين أو في الدماغ أو في الرجل هذه ليست خلايا جرثومية وهذه الطفرة حتى لو نجحت الخلية لن تستنسخ خلية أخرى هذه حالة أخرى تماما عندما نتكلم عن الإنقسام المنصف فهذه خلايا الجسم وهي تقوم بالاستنساخ وتكلمنا عن ذلك في الإنقسام المتساوي إذن أي طفرة هنا ربما لا تقوم بفعل أي شيء أو يحدث خلل لها أو ربما أيضا تؤذي نفسها أو تؤذي الجسم ولكن لن تنتشر وتتكاثر وأريد أن أوضح ذلك الآن أنت تقول لي إن هناك مئة بليون خلية جديدة في اليوم هذا كم هائل هذا يعني أن حدوث طفرة ستكون نسبته عالية وهنا يوضح لك كم هذا الرقم كبير وتعلم ذلك هذا الرقم لن يكون دقيق ولكن في الجسم هناك حوالي مئة تيرليون خلية مئة تيرليون خلية وإذا نظرت إلى هذا الأمر ستقول أن هناك معدل آلاف خلية تتكاثر في اليوم وهناك خلايا لا تتكاثر مثل بعض الخلايا الأخرى ولنأخذ معلومة جانبية هذا يوضح لك كم هو معقد جسم الإنسان عندما نعتقد أن العالم الاقتصادي أن العالم الاقتصادي والمجتمع العالمي معقد وهو متكون من ستة بليون إنسان وكل فرد مكون من مئة تيرليون خلية سأكتب ذلك مئة تيرليون خلية مئة تيرليون خلية تكتب كمئة ألف بليون خلية بليون سيلز وكل خلية من المئة ألف بليون خلية هناك هذا ضخم هناك ضخامة أو لا يجب أن أستعمل كلمة ضخم بل نقول أن هناك أنظمة معقدة جدا وكل ما تحتويه من أنوية كل ما تحتويه من أنوية وسنتكلم عن عضيتها المختلفة وتكلمنا عن الاستنساخ في الخلية وكيف تتكاثر الخلية وكيف أن DNA يستنسخ يتم استنسخه ومضعفته إذن هذه الأعضاء المعقدة التي تدخل المواد إلى الخلية وهي بتأكيد معقدة في البنية هذه فقط معلومة جانبية لكي نتصور كم هو معقد جسم الإنسان لك أن تتصور ولقد وصلت لديك الفكرة الآن إن كنا نصنع مئة بليون خلية جديدة في اليوم سيكون لديك الكثير من الطفرات وربما أحد تلك الطفرات ولقد ذكرت أن معظمها لا يؤثر على الجسم وبعض هذه الخلايا تشعر بأنها لن تنفع في شيء لذلك تلك الخلايا تقتل نفسها أو تدمر نفسها لكن من الحين إلى الآخر لديك طفرات في الخلايا لا تقوم بقتل نفسها وتشويه الخلية وعندما تكون لديك هذه الحالة لنقول أن هذه الخلية هنا لديها تحتوي على طفرة تحتوي على طفرة X مثلا هذا هو DNA وربما لدينا طفرات أخرى وإحدى تلك الطفرات تمنع الخلية من أن يحدث لها شيء وهي بأن تقتل نفسها وربما أحد هذه الطفرات ربما تجعلها سريعة لنقسام أسرع من الخلايا المجاورة لها وهذه الخلية من خلال الانقسام المتساوي ستكون العديد من النسخ من عديد من النسخ أو الكثير من النسخ وهذه المجموعة من الخلايا التي تحتوي على تشوه أو طفرة كلها بالأصل كانت من خلية واحدة تحتوي على طفرة وقامت بالانقسام وعمل النسخ وهذه النسخ كلها أصبحت لديها طفرات إذن إن كنت ستنظر لهذه المجموعة وتقارنها بالخلايا من حولها لن تكون طبيعية ربما يكون هناك خلال في وظيفتها هذه المجموعة ما يطلق عليها ورام ورام نيو بلاز نيو بلاز ورام العديد من الأورام لا تحتاج لا تحتاج إلى أن تكون كتلة كهذه أحيانا تنتشر في الجسم أحيانا تنتشر في الجسم ولكن أغلبها يكون كتلة كبيرة وتكون كبيرة بشكل كبير وفي هذه النقطة يطلق عليها ورام إذا كانت هذه الكتلة مكونة من نسيج مكونة من نسيج هذا يسمى باللمب لا يؤدي وظيفته أو هذا يصبح ورام دائما نستخدم نيو بلازم أو تومر وتعني الورام ولكن غالبا نحن نستعمل كلمة تومر وإن كان هذا الورام وصل إلى حجم معين وهو ما وجود في الجسم لا يهدد ولا يشكل خطر فهو لا يقوم بالاستنساخ بلا سيطرة أو بالمضاعفة بلا سيطرة لن يكون ينقسم بشكل سريع مقارنة بالخلايا سليمة المجاورة وربما قد ينقسم قليلا ولكن لن يؤثر على الخلايا المحيطة ونطلق عليه باسم ورام حميد بناين تومر وهذا يعني أنه غير مؤذي ورام حميد شخص لديه ورام الله يحمينا من أي ورام ولكن هذا الورام حميد هذا يعني أنه غير مؤذي وهو كتلة زائدة لا تؤثر على الجسم لكن إذا كان الـ DNA لحد هذه الطفرات ربما هدفي في البداية أن تكون هذه ورام حميد ولكن بعض أحيان توجد طفرة وأخرى تجعلها تتكاثر وتنقسم بشكل جنوني وهذه ليست فقط تنمو ولكن يصبح نمو جنوني ويزيد ويزاحم كل شيء لنقول أن هذا ينمو بجنون وسأكتب ذلك بلون مختلف وهو يبدأ بالاقتحام ومزاحمة الخلايا الأخرى لذا هو اجتياحي Invasive وهو ينمو بسرعة واجتياحي Super Growth Super Growth لن يهتم بما حوله من الخلايا وكأنه يدحول إلى قاتل مختل عقليا والأفضع أنه الآن ليس واحد فقط هو يستمر بالانقسام والانقسام والاستنساخ ونشر هذا الجين المشوه الذي يجعل الخلايا تنقسم بشكل جنوني ربما في ذلك الوقت سيكون هناك الكثير والكثير من هذه الخلايا التي تحتوي على الجين المشوه وستبدأ بتكرار نفسها وتكرار الحمض النووي وفي الحقيقة هذا هو الاحتمال لنشر أجزاء من الحمض النووي الذي يحمل الطفرات المختلفة وبعض هذه التحولات إذن سيبدأ بتكرار نفسه والنمو بشكل جنوني وسيصبح أكثر أكثر تواترا وذلك امتكرار هذه العملية والطفرات تظهر أكثر وأكثر ثم في نهاية المطاف ربما واحدة من هذه التغيرات يبدو أو بعض هذه الخلايا تسمح لها بالنشر أو الانتقال لأجزاء أخرى من الجسم وتبدأ أيضا بالتكاثر ومضاعفة نفسها والانقسام وتبدأ بالاستلاء على كافة الخلايا وهذا ما يسمى بالعملية MetaSataSize هذه العملية تسمى MetaSataSize وهي تعني نشر هذه الخلايا أنها بدأت تنتشر هذه الخلايا أظن أنك قد سمعت كلمة ورم خبيث وهذا مجرد فكرة عمل هذه الخلايا بأن تجعلها فجأة تقوم وتكون قادرة على الانتقال لأجزاء أخرى من الجسم وأعتقد أنكم تعرفون ما نسمي هذه الخلايا هذه الخلايا التي تنمو بجنون وتتزايد بجنون وتنتقل وتنتشر إلى جميع أجزاء الجسم وتسبب بعض الأحيان إعاقة ولا يمكن أن استئصالها إذن هذه الخلايا تبقى تنمو بسرعة كبيرة وتنقل هذه التشوهات الجينية وفي نهاية المطاف ستكون ستنقسم وتنمو بعيدا في جميع أجزاء الجسم وهذا ما يسمى بالخلايا السرطان أو السرطان كانسر لماذا هذا المرض صعب جدا؟ السرطان على سبيل المثال هو مرض صعب وتكمن صعوبته في صعوبة علاجه لأنه في الحقيقة ليس مجرد مرض واحد إنه ليس مثل نوع واحد من البكتيريا أو نوع واحد من الفيروسات يمكنك أن تحدده وتقول دعونا نهاجم هذا السرطان إذن السرطان هو فئة من طفرات مختلفة لذلك فإن العلاج الكيماوي والإشعاع كل هذه الأنواع من الأشياء إنها محاولة لمهاجمة الأشياء التي تنمو بسرعة ويمكن أن نقوم بقائمة تشغيل كاملة عن السرطان كيف يمكن للناس مهاجمة ذلك ولكن أردت أن أظهر لك في هذا الفيديو أن السرطان هو في الحقيقة مجرد نتيجة ثانوية للإنقسام وعلى وجه التحديد الأكثر من ذلك النسخ المتماثل لديني إن لدينا كل هذه الخلايا تكرر نفسها كل يوم بناء على أمر من 100 بليون خلياء وأكثر وعادة هذا لا يحدث عندما تقتل الخلية نفسها ولكن بين الحين والآخر تبدأ الخلية أو اجزاء منها بنسخة متماثل إذن نتعامل معهم باعتبارهم كمخلوقات يعني بالطبع نحن لسنا أشعب الوحيد المصاب الذي يصاب بالسرطان حتى النباتات فلديها أنواع سرطانات مختلفة ترجمة نانسي قنع